قبل من نبدأ حلقتنا النهاردة نعمل لايك ونعمل شير ونفعل الكرس عشان اللي انا هقوله بعد كده الفيديوهات اللي هقولك وتوصل لكم بعد كده نبدأ نتكلم عن حب الشباب اولا حب الشباب ده مشكلة بتواجه كل البنات ومعظمهم بيقولوا ما بيروحشي وبيسيب اثر في وشنا وكتير فانا دلوقتي هقولك على حاجة هتعمليها لو انت عملت اللي انا هقول عليه اسبوعين بالزبط وتعالي وكلميني ان هي مراحتش اول حاجة هتجيبي حاجة اسمها اكنة مايسين مس لحب الشباب المس ده حلو جدا هتمسي بيه على الحباية فقط لا يعرفيه منه كريم ما تجيبهوش لا اجيبي المس بس وتمسي بيه على الحباية نفسها تمسي تحتي جدا مس على الحباية نفسها وتيجي تروحي مسكة تلجاية وتروحي جاية ممررها على وشك بعد ما تخسلي وشك بصابونة الكابريت دي اللي هي كابريتوب دي كابريتوب دي او اي صابونة كابريت بس دي حلوة وفعالة وتروحي مسكة تلجاية بعد ما تخسلي وشك وتروحي مررها على وشك تقفلي بيها مسام الوش علشان لما تقفلي مسام الوش مش هيطلع لك حبوب تاني ونقدر نعالك الحبوب الموجودة وكمان بتساعد التلجاية انها تقفل المسام الواسعة اللي بتبقى في الخدود دي ولو ان الحباية كانت ملتهبة ومحمرة او يومية ما راحتش ولا استجابت للاكنة مايسين في خلال يومين تلاتة تبدأ تجيبيه زيسروسين زيسروسين ده مضادة حيوى فيه تلات حبايات بتخديهم على مدار تلات ايام نشفت الحبوب وخلاص مفيش مشكلة اما الحبوب لو استنت في وشك وما نشفتش قرر تزيسروسين ده كمان مر بس اسبوعين بالزبط والحبوب هتروح عشان بقى تضيعي اثر الحبوب بتجيبي اربع حبيات بتعمليهم في مية او مية ورد وتفرديهم على بشرتك وتسيبيهم ربع ساعة نصف ساعة وتكرر العملية اكتر من يوم مفيش خلاص هتقضي على حب الشباب تماما وتبطل الشيبسي وتبطل الشوكولاتة وتبطل الحراء والحادق وكل الحاجات دي كل حاجة هتبقى كويسة سلام عليكم